وفي مقدمتها وهذا شيء مع الأسر من الأمور التي أفسدت نسبيا فرحتنا وتوهج الجماهير هي التلعبات البخيسة واليئيسة والتي تتصف بالبؤس وبالجاشع التي كان أبطالها مجموعة من المحسوبين على كرة القدم اللي عرفتها المسألة نتع التذاكر وهنا لا بد أن أوضح بأن الإشكال نتع التذاكر إشكال حرفنا مع مرور المباراة خصوصا مع المباراة نتع سبانيا حيث أننا الجماهير المغربية بطبيعة الحال أولا ما كانتش كنت تنتظر هذه النتائج ولم تكن تتوقعها وبالتالي الاستعداد لها ما كانش بشكل مطلوب والمسألة الثانية هو أن التذاكر نتع المنضيال تبعت 6 شهر قبل بداية الحدث وكتعرفوا كلكم على أن من بين العوامل النجاح هي العدد تتاكر اللي تم البيع نتعه وبالتالي فالإخوان في قطر ومطابعة الحال كانوا في دورهم أنهم اقتنوا العدد الأكبر من تذاكر وكان لازم أننا لقوا حلول وبدلنا جهود مجهودات جبارة بين المباراة في ضرف ما كانش كنتزاوز 48 ساعة بتنسيق مع الفيفا وبتنسيق مع السلطات القطرية باش نوفروا التذاكر لأكبر عدد من الجماهير المغربية التي تستحق هذه الجهد وتستحق هذه التضحية لأن تضحياتها كانت أكبر هي انتقلت من المغرب وجدت من مختلف ربوع العالم باش تشجع الفريق الوطني وبالتالي فالبؤساء المحسوبين على كرة القدم الذي نستغل هذا الحدث كيفما كان شأنهم وكيفما كان منصبهم وكيفما كانت مسؤوليتهم لن لن أتوانى شخصيا وأنتم معكم في اتخاذ كل الإجراءات الصارمة في حقه في أقرب الأوقات وفي هذا المجال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت بمختلف تقارير منتع السلطات المكلفة بالأمر واليوم أنا عندي مجموعة من مجموعة من تقارير في هذا الشأن هدي نكون واحد للجنة إذا كنت يوم تفقين اللي فيها السادة القضاة منتعنا اللي يترأسه اللجان القانونيون وفي ضرف واحد العشرات الأيام غيرتطلعوا على التقارير وغيرتطلعوا التحريرات منتعهم اللازمة وكل من تبت في حقه تلاعب بأي شكل من الأشكال في التذكر منتع المباريات لن يجد بعد العشر من يناير إن شاء الله مكاناً ولا مجالاً في كرة القدم لا من الأقسم منتع الهوات منتعو إلى أعلى المستويات معناه سيكون مصيره الطرد النهائي من عالم كرة القدم إن لم تحل هذه الملفات على الأجهزة القضائية التي لها اختصاص في الموضع تو كان لازم أننا نديرات الشفاء في التقديم باش نرفع كل لبس على هذه الأعمال الموشينة مع الأسف والتصرفات لا إنسانية اللي قاموا بها بعض الأشخاص اللي معرفة كيف كان كيف كان المنطق ولا تسورهم في وقتين اللي كان نعالجوا فيه في ظروفين صعبة للغاية العلاقات مع الفيفا ولا مع السلطات القطرية مش نوفروا أكبر عدد من تذاكر كما قلت لإتاحة الفرصة لجماهير غفيرة وعريضة تحب بلدها وتحب وطنها وتحب فريقها ومقدر تحتشي دنب إلا أنها قطعات 7000 كيلومتر باش تحضر لمساندة الفرق لغاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة